اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتابعنا من خلال صباحات طيبة ونحن متواصلين معاكم وصلنا لوحدة من الفقرات المهمة نتعرف من خلالها على الصحفات صادرة هذا الصباح المحلية والعالمية مع خليل بعد غليل السلام عليكم مشاهدين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى نصحبكم الآن في جولة أخبار الصحف المحلية والعربية صادرة صباح اليوم وبداية جولتنا من صحفة الصيحة التي نقرأ فيها الأخبار التالية موسكو تقول وجود مرتزق روس بالسودان فبركة إعلامية في تفاصيل هذا الخبر وصفت السفارة الروسية في الخرطوم التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة The Times البريطانية عن مشاركة مرتزقة من روسيا في قمع الاحتجاجات في السودان بالفبركة الإعلامية وتزييف الحقائق وقال الملحق الإعلام لسفارة فلادزيمير توميسكي لوكالة ستوبنيكا الروسية أمس نؤكد بكل مسؤولية أن الخبراء الروس من الهيئات غير الحكومية لا علاقة لهم كما ذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية عديمة الضمير ولا يشاركون في قمع الاحتجاجات في السودان على حد قوله بعد اتصالات مكثفة لنقبة المحامين بالأجهزة الأمنية إطلاق صراحي عدد من المحامين المعتقلين بالمركز والولايات في تفاصيل هذا الخبر أسفرت جهود قادتها نقابة المحامين برئاسة نقيبها عثمان الشريف عن إطلاق صراحي عدد كبير من المحامين المعتقلين خلال المظاهرات الأخيرة بولايات الخرطوم وولايات السودان نيالا الأبيض مدني كوستي ربك عطبرة الشمالية وتواصلت جهود نقابة المحامين السودانيين بقيادة عثمان الشريف وأعضاء مجلس النقابة لإطلاق صراحي المحامين المعتقلين إثر الاحتجاجات الأخيرة وأجرت النقابة اتصالات مكثفة بالمسؤولين بالأجهزة الأمنية أكد استعداده لمساعدة الحكومة لتحقيق الأمن الاتحاد الأوروبي يشيد بتكوين لجنة للتحقيق في قتل المظاهرات في تفاصيله هذا الخبر أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة حكومة وشعب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار لما له من أهمية على مستوى القرن الأفريقي والقارة عموما ورحم بتكوين الحكومة لجنة للتحقيق في قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص خلال المظاهرات التي انطلقت في عدد من المدن خلال الفترة من التاسع عشر من ديسمبر وحتى أمس الأول وعبر سفير السودان أو سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم جان ميشيل خلال لقائه مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم أمس عبر عن تقديره وترحيب الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة السودانية عن تكوين لجنة للتحقيق حول الوفيات الناجمة عن الأحداث الأخيرة بالبلاد وقال هذا أمر جيد ونتطلع لرؤية مخرجات هذه اللجنة وأن تتم معاقبة الذين خرقوا القانون الآن مشاهدين نتحول إلى صحيفة المشهر السياسي التي نطالع فيها رئيس الجمهورية يؤكد دعمه للصحافة وتحسين بيئة العمل الإعلامي في تفاصيل هذا الخبر أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير دعمه للصحافة والصحفيين وتحسين بيئة العمل الإعلامي وزيادة الدعم الاجتماعي في المؤسسات الصحفية والإعلامية من أجل صحافة قوية ومستقرة تساهم في مشروع بناء الوطن واستقراره وأمنه مبينا أهمية حرية العمل الإعلامي ودعم التشريعات التي من شأنها الارتقاء بمهنة الصحافة والمؤسسات الإعلامية لأداء دورها وواجباتها الوطنية وجدد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس الأربعاء رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين رئيس الفيدرالية الأفريقية لصحفيين الصادق الرزيغي جدد دعم الدولة لمشروعات وبرامج الفيدرالية وفي مقدمتها إنشاء مقر لها في السودان لجنة تقصي الحقائق أو لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة تؤدي القسم في تفاصيل هذا الخبر أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس الأربعاء بالقصر الجمهوري أعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة في بعض ولايات البلاد التي شكلها رئيس الجمهورية استنادا إلى قانون لجان التحقيق لسنة 1954 بحضور وزير العدل رئيس اللجنة الدكتور محمد أحمد سالم صحيفة أخبار اليوم مشاهدين أوردت الأخبار التالية نقيم الصحفيين يقول المهنية الإعلامية محل شك حتى في أمريكا وصحافة المواطن خدعة كبيرة في تفاصيل هذا الخبر دعا نقيم الصحفيين الصادق الرزاقي الدولة للاهتمام بتنمية مهارات الإعلاميين وإكبر قدر من المعلومات وتقديم شخصيات توجيد صناعة التصريح الجيد والتخاطف مع وسائل الإعلام الخارجية أشيرا إلى أن أكبر الدول الخارجية تقوم بتدريب الناطقين باسمها للحديث عنها واعترف بأن الأداء غير المقبول لبعض الإعلاميين في السودان جاء بسبب قلة فرص التدريب إلى جانب هدم ثقة المواطن في وسائل الإعلام الحكومية الرسمية وأكد الرزاقي أن الحيادة والمهنية في وسائل الإعلام أصبحت محل شك وهاجم الرزاقي بعض المراسلين للقنوات الخارجية خلال نقلهم للأحداث الجارية ووصفهم بالباحثين عن النجومية ونقلهم للشائعات على حد قوله مباحثات سودانية أمريكية حول توسيع استثمار الشركات الأمريكية في مجال النفط في تفاصيل هذا الخبر كشف المدير العام للشركة الوطنية للبترول المحدودة سودابيت عاطف مصطفى بشر عن مباحثات مع نائب القدس السياسي الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم ديفيد بوكسر وناقش الجانبان الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز مع شركة سودابيت كشركة وطنية رائدة في المجال منوط بها تطوير وتوطين صناعة النفط والغاز في السودان وتناولت المباحثات إمكانية توسيع استثمارات الشركة أو الشركات الأمريكية في البترول بعد رفع الحضر الأمريكي بدخول كبرى الشركات ذات الإمكانيات التقنية الحديثة الآن نتحول إلى صحيفة السودانية الإلكترونية مشاهدين وأوردت عدد من الأخبار نقرأ منها انتهاء معاناة الأسرة السودانية العالقة بشمال السوريا في تفاصيل هذا الخبر نجحت الجهود التي بذلتها السلطات السودانية والتركية في نجاح عملية عبور الأسرة السودانية العالقة في شمال السوريا إلى الأراضي التركية عبر معبر الريحانية الحدودي لتعود منها عبر الطيران إلى أرض الوطن خلال السعاد القادمة وأكد يوسف الكردفاني سفير السودان بأنقرة في تصريح له إكمال عملية إدخال الأسرة السودانية التي كانت عالقة بشمال السوريا بسبب الحرب عبر معبر الريحان الحدودي والتي تتكون من السيدة يسرية عبد الكريم هنو وأطفالها الأربع ثلاث بنات وولد بجانب إدخال المواطن التجاني وقع الله النميري من منطقة الرهد بولاية شمال كردفان والذي كان عالقا في سوريا بعد فترة إقامة طويلة في سوريا شاهد بالصورة العملة الورقية الجديدة بالسودان في هذا الخبر جاءت الصحيفة وأرفقت هذا الخبر تقول كشف بنك السودان المركزي عن شكل العملة الجديدة فئة المئة جنيه والتي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة واضحا محتوى المئة جنيه حيث أن لونها الأساسي بنيا وتحمل البناء الحضاري وصور الإهرامات والسدود وحسب أخبار السودان جاء هذا الخبر الآن مشاهدين نتحول إلى جولة الصحف العربية وبدايتنا من صحيفة الشرق الأوسط نقرأ فيها هذا الخبر قوات حفتر تطلق حملة عسكرية لتطهير الجنوب الليبي في تفاصيل هذا الخبر مشاهدين بدأت قوات المشير خليفة حفتر رجل ليبيا القوي يوم أمس الأربعاء عملية عسكرية لتطهير جنوب البلاد من الجهاديين والعصابات الإجرامية وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري إن مقابلت أو أن مقاتليه تقدموا في منطقة في مناطق عدة في الجنوب من قاعدة جوية على بعد 650 كم من العاصمة طرابلس الآن مشاهدين نتحول إلى صحيفة الدستور التي نقرأ فيها تحذير دولي من سوء الأوضاع في مخيم الركبان للاجئين السوريين في تفاصيل هذا الخبر حذر مسؤول الأمم المتحدة من ترد الأوضاع في مخيم الركبان للاجئين السوريين الواقع قرب الحدود مع الأردن حيث أصبحت الأوضاع صعبة للغاية بعد وفاة ثمانية أطفال على الأقل بسبب البرد القارص ونقص الرعاية الطبية نختم جولتنا ومشاهدين لهذا اليوم من صحيفة العربة القطرية التي نقرأ فيها ماي تنجو من سحب الثقة في تصويت للبرلمان البريطاني في تفاصيل هذا الخبر نجد تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتا مقابل 206 أصوات بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال ويتعين على مي أن تركز جهودها مرة أخرى للوصول إلى شكل ما من أشكال اتفاق بريكست يحظى بتأييد البرلمان بعد مشاهدين نصل بكم إلى نهاية جولة الصحافة عودة إلى أنسام وأمل وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر